نتابع الآن مباشرة إلى جنوب لبنان مشاهدين وصور مباشرة على ما يبدو لغارة حصلت في هذه اللحظات في جنوب لبنان نتابع هذه الصور المباشرة إذن التي ينقلها لنا مراسل الحدث الموجود بجنوب لبنان محمود شكر وهو معنا الآن محمود معك نتابع التفاصيل نعم نذهب سريعا إلى جبهة مباشرة ما بين عيت الشعب وفوق بلدة رميج من جهة موقع الراهب إلى التلال المحيطة بعد الموقع منذ بعد الوقت هذه الغارة العنيفة التي سقطت هذا الانفجار إذا صح التعبير الذي سقط وأيضا الدخان الذي تصاعد سريعا في هذه المحلة ندقق إذا كانت هي غارة لأن الصاروخ كان كبير جدا ثم بعد ذلك خرج هذا الدخان الذي نراه الانفجار حصل منذ دقيقتين ونحن نستعد على الهواء مباشرة لهذه الرسالة من محلة هي تعرف بجبهة رميج وأيضا جبهة عيت الشعب اليبدو إلى أنه في المقلب الآخر هي ليست بغارة ندقق على محلة عيت الشعب الصورة هي هنا الآن كما نشاهد سنذهب سريعا للتدقيق هل هي كانت صاروخ ثقيل انطلق من الأراضي هنا باتجاه الموقع الإسرائيلي الذي هو أمامنا مباشرة أم كانت تحركات لمجموعات قتالية لحزب الله واستهدفها الإسرائيلي الانفجار وقع منذ دقائق معدودة مع الإشارة إلى أن الذي جرى أمامنا الآن هو كان الصورة مصغرة عن عدد بناء الغرات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ حوالي الساعتين تقريبا باتجاه طيبي على ثلاث غرات بثلاثة دفعات وأيضا باتجاه بلدة تعرف بطير حرفة ولكن بالتوازي مع هذا الذي نشاهده الآن على الهواء نذهب إلى جدار الصوت الذي كان فوق مدينة سيدة فوق الساحل الجنوبي وأيضا باتجاه منطقة البقاع المعلومات الأولية الآن تتحدث بالفعل عن غارة حصلت في هذه النقطة وليس صاروخ ثقيل أطلقه حزب الله هي غارة وقعت بالفعل ونحن نقلناها على الهواء مباشرة طيب محمود نحن نتابع معك الصورة وكذلك أيضا المعلومات والمعطيات إذن حتى الآن نتحدث عن غارة ننقل آثارها مباشرة الآن على الهواء استهدفت بحسب ما فهمت منك محمود منطقة ما بين عيت الشعب ورميش نعم الصور التي أمان مباشرة هذه أرميش عيت على الجهة اليمينية يمنى وراءها مباشرة التلال التي تعرف براميا خراج بلدة عيت الشعب من جهة الغرب باتجاهنا مباشرة وأيضا كما نشاهد من الصورة وكما نشاهد من التضاريس الجغرافية التي هي أمامنا شكرا جزيلا لك محمود شكر مراسل الحدث من جنوب لبنان على كل هذه الإضاحات وأكيد متابعين معك لكل جديد